اكدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب اكدت عمق العلاقات الوطيدة والتعاون المشترك الذي يجمع مملكة البحرين وجمهورية كوريا الجنوبية في كافة المجالات وذلك في ظل قيادة جلالة الملك المفدى وفخامة رئيس جمهورية كوريا الجنوبية جاء ذلك خلال الاجتماع البرلماني الرسمي الذي عقد في العاصمة سي اول بمناسبة زيارة معالي رئيسة مجلس النواب الى جمهورية كوريا الجنوبية الصديقة مع الوفد النيابي حيث اشارت معاليها الى التجربة الرائدة لمملكة البحرين في مكافحة جائحة كورونا والتي اشاد بها العالم اجمع وتوجت بزيارة مدير منظمة الصحة العالمية الى مملكة البحرين والذي اعرب عن اعجابه وتقديره بالخطوات التي اتخذتها المملكة من خلال جهود فريق البحرين بقيادة سمولي العهد رئيس مجلس الوزراء من جانبه اعرب رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية كوريا الجنوبية معالي السيد بارك بيونغ سيوم بما حققته مملكة البحرين من مسيرة تنموية شاملة مؤكدا ان سي اول تعتبر المنامة بوابة الاستثمار والتعاون الامثل للمنطقة وعقب الاجتماع تم توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين الجانبين في مقر البرلمان الكوري وذلك تتويجا لعلاقة الصداقة الطويلة الامد بين مملكة البحرين وجمهورية كوريا الجنوبية وشعبيهما